محاكمة الإلحاد كنا زمان بنقول نسف الإلحاد بننسفه من جذوره فخلينا التعبير كده يعني مستسغ شوية نقول محاكمة يعني بنحاكم يعني فيه حجة فيه حيثيات فيه اتهام وبعد ذلك بنزر الحكم يعني بلغة المستشارين والمحمية فإحنا إن شاء الله يعني نبتلي سلسلة مش حلقة واحدة ولا اتنين ولكن السلسلة هتنتهي حيث أو حتى يأذن الله عز وجل فالإلحاد هو الإيمان بأنه كان لا شيء يعني تعريف الإلحاد كده كان لا شيء ولا شيء حدث لللا شيء يعني إنكر الخالق وبعد ذلك فجأة انفجر اللا شيء هكذا بدون سبب وخلق كل شيء ومن ثم مجموعة من الأشياء ترتبت بطريقة سحرية بدون أي سبب فخلقت أول خلية حي برضو بدون أي سبب فتحولت إلى الكون كله بقى حيوان ونبات وهكذا فهذا هو ببساطة شديد تعريف للإلحاد ممكن نقوله ثاني الإيمان بأنه كان هناك لا شيء ولا شيء حدث لللا شيء وبعد ذلك فجأة انفجر اللا شيء هكذا بدون سبب أو بدون مسبب يعني ما هو المشكلة عند هؤلاء القوم إنكار يد الله الفاعلة إنكار أن هناك خالق فكله بدون سبب وخلق كل شيء ومن ثم مجموعة من الأشياء ترتبت بطريقة سحرية حاجة زي السحر كده يعني بدون أي سبب فخلقت أول خلية حية هكذا لتتحول بعد ذلك إلى ديناسورات يقول بروفيسور الكيميا فيرتز الحاصل على جائزة نوبل والبعض يصنفه كثالث كيميائي عالمي في العصر الحديث اسمه فيرتز حاصل على جائزة نوبل وهو ثالث كيميائي عالمي في العصر ليه بقول وظيفته أو قيمته عشان تقدر اللي بيقوله يقول ناقلا لنا تأكيد العالم الروسي المولد اللي هو جورج جامو بيقول إيه بقى جورج جامو اللي هو العالم الروسي المنشأ أو المولد يقول على أنه مع ذلك الانفجار الكبير فقد ولدت كل المادة الموجودة في الكون اليوم بس عايزك تركز قوي في التعبرة الأولى لأن احنا يعني التعبرة علمية والبرنامج علمي والرد النهاردة أو بعد كده هيكون على ناس بتفكر بعقولها وتفكر بتقنيات علمية حديثة فعايزين يعني نركز شوية لأن الأمر يعني كنت عايز أقوله في الأول بس جات وقت الوقتي هناك ملايين أو كل مليارات من البشر الآن يقولون ليس هناك خالق يعني الأمر جد خطير ودول أعتقد أنهم هيتعلقوا في رقاباتنا يوم القيامة لماذا لم تدلون على الطريق حقيقة يعني مليارات في العالم كله والإحصائيات مش عايزة أقولها لأنها مرعبة إحصائيات اللي بيقولوا ما فيش ربنا باللغة العامية المصرية يعني في مصر برضو عدد غير متوقع مش هقوله لأنه أخشى أن يكون صادم يعني فالموضوع مهم مش موضوع يعني بنتكلم في حاجة من نافرة القول لا نتكلم في العقيدة وهي ده شغلتنا اللي ربنا وفقنا لها نتكلم في العقيدة يبقى نركز نركز ونتعلم علشان نبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل هذه العقيدة وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل لا إله إلا الله وما أقام سوق الجهاد إلا من أجل لا إله إلا الله وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل لا إله إلا الله وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار أيضا إزاء لا إله إلا الله وانقسم الناس أيضا إلى أبرار وفجار هذه التقسيمات كلها من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له هذا قول فصل وما هو بالهزل فجورج جامو الروسي المولد بيقول على أنه مع ذلك الانفجار الكبير ولدت كل المادة الموجودة في الكون اليوم هكذا يعني سحر بطريقة سحرية ولا هناك خالق حكيم خبير مدبر لأمر هذا الكون كله هنشوف ومعها كل الطاقة بالطبع والأربعة أبعاد الفراغ والزمن من حالة أولية واحدة يعني الانفجار الكبير حصل من حالة أولية واحدة كانت لا متناهية في الكثافة والحرارة والضغط والطاقة يعني مادة لا متناهية يعني ملهش وجود لا متناهية مش متناهية لا متناهية يعني غاية في الصغر كثافة وحرارة وضغط أولاً وصلق ربي العظيم إذ يقول إن كل شيء خلقناه بقدر يعني إن كل شيء لم نخلقه مصادفة أو بالمصادفة العمياء أو بالطبيعة الصماء ولكنه خلق الله الذي هو بقدر بقدر بمعنى بحسبان بمعنى بنظام بمعنى بإبداع بمعنى بجمال مش أي خلق ده خلق بقدر قدر لا تند فيه زرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أي بنظام أي بميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الميزان الحق الذي لا تند فيه زرة عن مكانها زرة زرة بمدرتها السبعة ولا مجرة عن دورانها ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير إنا كل شيء انخلقناه بقدر